بسم الله الرحمن الرحيم سنحاول أن نناول مفهوم النعت والنعت كما تعلمنا هو من التوابع وهو اسم فضلة ويأتي ليتمم المعنى الزائد إذن النعت كما قلنا في أكثر من مرة وفي وصفنا لبنية الجمل أنه ينقسم إلى قسمين نعت حقيقي ونعت سببي لكن سأنطلق بداية مع ما قاله ابن مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل انتبه معه يوجد بعض الشدة في النعت والتوكيد إلى غير ذلك فهي لا تنتبه إليها ربما من أخطاء مطبعية فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما به اعتلق أي أنه النعت يتبع ما اعتلق به أي الاسم المنعوت سأبدأ من بداية البيت يتبع في الإعراب الأسماء الأول أي أنه في إعرابه النعت تابع لمنعوته في حركته الإعرابية وفي تعريفه وتنكيره لكن ابن مالك هنا يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد أي أنها من التوابع نعت وتوكيد وعطف وبدل كلها من التوابع فالنعت تابع متم ما سبق أي أنه يتمم ما سبق أي المنعوت بوسمه أو اسم ما به اعتلق أي أنه متعلق بالاسم الذي قبله وليعط في التعريف والتنكير لما تلك أمرر بقوم كوراما هنا نلاحظ أنه يتبع المنعوت في التعريف والتنكير وقد أعطانا ابن مالك مثال كامرر بقوم كوراما كوراما هنا تابع لمنعوته في حركته الإعرابية وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا إذن هو سواء كان موحد أو مكرر فإنه يكون تابع لمنعوته وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب وأظن أن هذا واضح نلاحظ الأمثلة قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين انتبهوا معي إلى الشاهد النحوي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين إذن ما محل القوم من الإعراب نفعل به منصوب وهو اسم معرف والظالمين تابع لمنعوته في حركته الإعرابية وفي تعريفه ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر يسير الشاهد نحوي حشر يسير نلاحظ أن المنعوت حشر اسم نكرة مرفوع يسير تابع له في التنكير وفي الإعراب فهل يهلك إلا القوم الفاسقون القوم الفاسقون معرفة ثم مرفوعة الفاسقون مرفوع بالواء لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه نلاحظ هنا عكس ما لاحظنا عفوا في الأمثلة الأولى أن المنعوت جاء متأخر عن النعت مختلف ألوانه وهو نكرة تابع للمنعوت الذي جاء بعده وهذا يسمى بالنعت السببي إذن كل ما سبق يسمى النعت الحقيقي وبدأنا الآن في النعت السببي وسأفصل في الشرائح الأخرى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها هنا نلاحظ أن النعت سابق لمنعوته وهو نعت سببي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف نعت تابع لمنعوته الذي جاء بعده وهو نعت السببي إذن نلاحظ من نعت؟ ماذا يبين النعت الحقيقي؟ النعت صفة تذكر بعد اسمين يسمى منعوتاً لبيان بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به وينقسم إلى قسمين نعت حقيقي ونعت السببي فالنعت الحقيقي هو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي قبله أي المنعوت تابهوا معي النعت الحقيقي يكون المنعوت قبله أي المتعلق بالمنعوت إذن معاني النعت قد يكون النعت للتخصيص نحو مررت بزيد الطبيبي هنا ما نوع النعت؟ نعت حقيقي الطبيبي تابع لمنعوته زيد وزيد معرف اسم عالم ومجرور والطبيبي مجرور كذلك وقد يفيد المدح نحو مررت بزيد الكريم هنا يفيد المدح شيء نفسه ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هنا الله الرحمن الرحيم إذن نعت الرحمن والرحيم كذلك نعت تاني وللذن منحو مررت بزيد المنافق والمنافق هنا نعتابع لمنعوته في التعريف لأن زيد اسم عالم معرفة وهو مجرور والمنافق مجرور كذلك وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة هنا يفيد التأكيد إذن نفخة واحدة يفيد تأكيد ما سبق النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيت وفي التعريف والتنكير إذن الحالات التي أتي عليها النعت نلاحظ هذه الأمثلة لتبين لنا الحالات التي أتي عليها النعت هدير طائرة نفاتة تبه إلى كلمة نفاتة هنا تابع لمنعوتها الذي هو طائرة وهو نكرة ونفاتة نكرة كذلك هو مجرور ونفاتة مجرور إذن ماذا يسمى هذا النعت يسمى النعت الحقيقي أعود بالله من الشيطان الرجيم الرجيم هنا شهد النحوي لأنه جاء نعتا الشيطان معرفة الرجيم معرفة مجرور الشيطان مجرور الرجيم ترك المرض آثارا واضحا أين المنعوت؟ المنعوت هو آثارا والنعت هو واضحا إذن يتبع منعوته في حركته الإعرابية وفي تعريفه وتنكيره وهنا التنكير مررت بزيد اليتيم أين النعت؟ النعت هو اليتيم جاء تابعا لمنعوته زيد زيد معرف لأنه اسم عالم واليتيم معرف بآل زيد مجرور واليتيم مجرور كذلك جاء الطالب المهذب المتفوق الذكي نعت يعني نعوت كثيرا لمنعوت واحد المنعوت والطالب فاعل مرفوع بالضماء الظاهرة على آخره وهو معرفة المهذب نعت تابع لمنعوته المتفوق نعت تابع لمنعوته الذكي نعت تابع لمنعوته إذن خلاصة يأتي النعت مفردا كما يأتي جملة اسمية أو فعلية فالجملة النعتية تأتي دائما بعد اسم نكرة وتشمل على ضمير يربطها بالمنعوت نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني يسبني هنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به إذن هنا المنعوت هو اللئيم والجملة الفعلية نعت النعت السببي قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أين المنعوت؟ ألوانه والنعت هو مختلف إذن هنا هذا يسمى النعت السببي لأن المنعوت يأتي بعده قال تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها إذن هنا الظالمي نعت السببي التقيت رجلا معروفة أسراره أمام الناس كذلك النعت السببي حدثت مفكرا مشهورة أفكاره انتبهوا معي نلاحظ أن المنعوت يأتي مخالف الحركة الإعرابية عن النعت في النعت السببي لأن الصغة الاشتقاقية تعمل عمل فعلها إذن هنا نلاحظ أنه يعمل عمل فعلها الظالم هنا عمل صغة اشتقاقية عملت عمل فعلها ملاحظة النعت السببي يرفع اسمان ظاهرا بعده يعرب فاعلا إذا كان النعت اسم فاعل أو صغة مبالغة نحو ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها الظالمي هنا صغة اشتقاقية مدى تفيد اسم الفاعل إذن عمل عمل فعله فجاء الاسم الذي بعده الذي هو المنعوت جاء فاعلا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها فكلمة أهلها هنا فاعل مرفوع بالضمة والهدمر متصل في محل جر بالإضافة كذلك مثل هذا الرجل صديق قوله فكلمة قوله تعرب فاعلا والهدمر في محل جر بالإضافة إذن في النعت السببي الاسم الذي يأتي بعد النعت يكون مرفوعا على أنه فاعل أو يعرب نائب فاعل إذا كان الاسم الظاهر بعده اسم مفعول فإذن الاسم مرفوع بعده يعرب نائب فاعل النعت السببي يأتي مفردا ويتبع منعوته أي الاسم الذي قبله في الإعراب والتعريف والتنكير ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيت إذن في الاستنتاج نلاحظ أن النعت صفة النعت صفة تذكر بعد اسم يسمى منعوتا لبيان بعض أحواله وأحوال ما يتعلق به وينقسمه إلى قسمين النعت حقيقي وهو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي قبله أي المنعوت نعت سببي وهو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي بعده أي المتعلق بالمنعوت النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف وفي التنكير وفي التذكير والتأنيت وفي الإفراد والتثنية والجمع النعت غير عاقل يجوز فيه أن يعامل معاملة الجن أو يعامل معاملة المفرد المؤنت النعت السببي يأتي مفردا ويتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير ويتبع ما بعده في التذكير والتأديد يأتي النعت مفردا كما يأتي جملة إسمية أو فعلية الجملة النعتية تأتي دائما بعد اسم ناكرة وتشتمل على ضبير يربطها بالمنعوت إذن نلاحظ في هذه التطبيقات نحدد النعت في الجمل التالية ونبين نوع النعت يوم نبطش البطشة الكبرى نلاحظ أن الفعل نبطش له فاعل الفاعل هو ضمير مستتر تقديره نحن نحن نبطش البطشة نبطش البطشة مفعول مطلق نبطش لأن هنا مصدر مؤكد الكبرى نعت تابع لمنعوته في حركته الإعرابية وفي عفوا تعريفه في حركته الإعرابية إلى أن الكبرى هنا اسم مقصور إذن الحركة مقدرة على الألف المقصورة وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أين الشاهد النحوي؟ الشاهد النحوي مؤمنة هنا تابعة لامرأة امرأة نكرة مؤمنة نكرة امرأة منصوبة ومؤمنة منصوبة إذن ما نوع هذين النعتين؟ النعت الأول هو نعت حقيقي والنعت الثاني كذلك نعت حقيقي قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبهوا معي استخرجوا النعت وبيّنوا نوعه من قوله تعالى وأين الشاهد النحوي؟ الشاهد النحوي هنا التواب الرحيم المنعوت التواب والرحيم نعت تابع لمنعوته في حركته الإعرابية وفي إعرابه مرفوع إذن هنا ما نوع هذا النعت حقيقي؟ الماء عنصر أساسي لكل كائن حي انتبهوا معي شاهدان نحويين الأساسي هنا نعت تابع لمنعوته في حركته الإعرابية حي لكل كائن حي نعت تابع لمنعوته إذن عنصر أساسي نلاحظ أن الحركة الإعرابية تابعة لمنعوت وكائن حي كذلك حي تابع لمنعوت أنه نكر وأنه مرفوع لا تصادق إنساناً أخلاقه سيئة أخلاقه سيئة هنا نلاحظ أن النعت هنا المنعوت جاء بعد أن نعت والنعت هنا جاء مرفوع إذن النعت سببي قرأت قصة رائعاً أسلوبها رائعاً أسلوبها نلاحظ أن صيغة رائعاً هي اسم فاعل وقلنا إن اسم الفاعل النعت الذي يأتي صيغة اشتقاقية كاسم الفاعل وصيغة المبالغة يرفع المفعول يرفع الفاعل عفوا سماع الموسيقى الصاخبة يؤثر على السمع أين الشهد النحوي الصاخبة تابعة لمنعوتها في حركتها الإعرابية وفي التعريف وشكراً جزيلاً